اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة من قطبية الى ديكارتية لماذا؟ لتسهيل بعض الحسابات فعض المعادلة اللي عندنا في القطبية والديكارتية تعتبر معقدة لدينا فتحويلها من ديكارتي الى قطبي او قطبي الى ديكارتي يسهل علينا كثيرا قراءة هذه المعادلة فمثلا لو عندنا كانت هذه معادلة الدائرة على الصورة الديكارتية هي اكس تربيع زائد واي تربيع يساوي تسعة بينما هي على الصورة القطبية هي ار يساوي ثلاثة اذا لو لاحظ الفرق بينهم هذه معادلة تعتبر اطول من ار يساوي ثلاثة وبالتالي بعض التحويلات عندنا من ديكارتي الى قطبي ومن قطبي الى ديكارتي قد يسهل علينا قراءة بعض المعادلات وكذلك العكس بعض المعادلات القطبية المعقدة صورتها الديكارتية اسهل مثلا لو عندنا المعادلة القطبية الممثلة بار يساوي ستة على اثنين كوساين ثيتا ناقص ثلاثة ساين ثيتا هذه هي الصورة القطبية طيب لو حولناها الى ديكارتية لأصبحت اثنين اكس ناقص ثلاثة ويساوي ستة هذه هي الصورة اسهل من قراءتها على الصورة القطبية إذن تحويل المعادلات الديكارتية الى قطبية لتحويل المعادلات الديكارتية الى قطبية نستخدم العلاقات التالية اكس يساوي ار كوساين ثيتا والواي يساوي ار ساين ثيتا مثال اكتب كل معادلة مما يلي على الصورة القطبية اكس تربيع زائد ايذن واي ناقص ثلاثة الكل تربيع يساوي ٩ اولا بما ان اكس يساوي ر كوساين ثيتا وهي يساوي ر ساين ثيتا اذا نعوض كل اكس و واي ب ر كوساين ثيتا ر ساين ثيتا اذا اكس تربيع زائد يغ 허�uma نقص ثلاثة الكل تربيع يساوي تسعة منشد الى اكس هذه نضع بدالها ر كوساين ثيتا اذا لكل تربيع الواي هذه الثلاثة تنزل التربيع ينزل يساوي 9 الآن مربع الرxcosθ هي rRxcosθ ومربع Rxnθ iki3 مربع الرxsθ هي rRxs. 2 في 3 بالسالب سالب 6 في Rxθ هم إن سالب 6 مربع السالب 6 ومنعه 9 يساوي 9 إذن أضيف 6Rsinθ وأطرح 9 للطرفين لكي يتخلص من السالب 6Rsinθ والزاعة 9 يبقى عندي R تربيع كوساين تربيع θ زاعة R تربيع ساين تربيع θ يساوي 9 زاعة 6Rsinθ ناقص 9 إذن التسعة مع السالب 9 تختصر يبقى عندي R تربيع كوساين تربيع θ زاعة R تربيع ساين تربيع θ يساوي 6Rsinθ ناقص عامل مشترك R تربيع إذن R تربيع كوساين تربيع θ زاعة ساين تربيع θ يساوي 6Rsinθ الآن بما أننا أخذنا سابقا المتطابقات الأساسية للساين والكوساين بما أن الكوساين تربيع θ زاعة ساين تربيع θ يساوي 1 إذن أعوض بجميع هذا القوس بكم؟ بواحد إذن R تربيع في 1 يساوي 6Rsinθ إذن R تربيع يساوي 6Rsinθ نقسم على R الطرفين حيث أن R لا يساوي 0 إذن R يساوي 6Sinθ وهذه هي المعادلة القطبية للمعادلة السابقة هذه هي X تربيع زاعة Y ناقص 3 كل تربيع يساوي 9 تدريب أكتب المعادلة التالية من الديكارتية أكتبها على الصورة القطبية إذن بما أن X يساوي R كوساين θ والY يساوي R sinθ إذن نعوض X والY بR كوساين θ وR sinθ إذن R كوساين θ الكل تربيع ناقص R sinθ الكل تربيع يساوي 1 وبالتالي ربع الر كوساين θ وهي R تربيع كوساين تربيع θ ناقص تنزل ربع الر ساين θ إذن R تربيع ساين تربيع θ يساوي 1 الآن نأخذ عامل مشترك R تربيع R تربيع في كوساين تربيع θ ناقص ساين تربيع θ يساوي 1 الآن عندنا السابقة نأخذنا متطابقة مثلثية وهي كوساين تربيع θ ناقص ساين تربيع θ تساوي كوساين 2 θ من المتطابقات إذن نشيل كوساين تربيع θ ناقص ساين تربيع θ ننضع بجالها cos2teenth اذا R تربيع ضرب ماذا ضرب cos2ثيتا يساوي 1 بما ان R تربيع cos2 ثيتا يساوي 1 اقدم اقسم الطرفين على clin2ثيتا علشان كون عندي R بالطرف الايسر اذا R تربيع cos2ثيتا على cos2ثيتا يساوي 1 على cos2ثيتا cos2ثيتا مع cos2ثيتا تطير يبقى عندي R تربيع يساوي 1 على كوساين 2 فييتا إذن عندي سابقا أنا أن الواحد على كوساين يساوي 6 إذن 1 على كوساين 2 فييتا يساوي 6 2 فييتا وبالتالي R تربيع يساوي 6 2 فييتا وهي الصورة القطبية للمعادلة X تربيع ناقص Y تربيع يساوي 1 تدريب آخر أكتب المعادلة التالية على الصورة القطبية أمامنا صورة دي كارتية سأحولها إلى صورة قطبية بما أن X يساوي R كوساين فييتا والY يساوي R ساين فييتا إذن نعوض X بR كوساين فييتا والY بR ساين فييتا يبقى عندي R كوساين فييتا زايد 5 لكل تربيع زايدا R ساين فييتا لكل تربيع يساوي 25 الآن نفك القوس هذا التربيع يبقى عندي R تربيع كوساين تربيع فييتا زايد إثنين في خمسة عشرة عشرة R كوساين فييتا إذن عشرة R كوساين فييتا مربع الخمسة بخمسة وعشرين زايد R تربيع بR تربيع هنا ساين فييتا تربيع هنا ساين تربيع فييتا يساوي 25 الآن نضع R تربيع كوساين تربيع فييتا بجانب R تربيع ساين تربيع فييتا والعشرة R كوساين فييتا زايد 25 نطرحهم من الطرفين لكي ينتقلوا إلى الطرف الآخر إذن R تربيع كوساين تربيع فييتا زايدا R تربيع ساين تربيع فييتا يساوي 25 اللي عندي هنا 25 وال25 بما أنه بالطرف الأيسر الآن هي بالطرف الأيمن صارت سالب 25 والعشرة R cos theta صارت سالب عشرة R cos theta اللي بالطرف الآخر إذن بعد ما نختصر الـ 25 مع السالب 25 بقى عندي R تربيع cos theta زائد R تربيع sin theta يساوي سالب عشرة R cos theta إذن نأخذ عامل مشترك R تربيع يبقى عندي cos theta زائد sin theta يساوي سالب عشرة R cos theta عندي سابقا متطابقة متلثية cos theta زائد sin theta بواحد إذن نعوذ كل هذا القوص بكم؟ بواحد إذن R تربيع في واحد يساوي سالب عشرة R cos theta إذن R تربيع يساوي سالب عشرة R cos theta عندي R هنا وعندي R هنا نقسم على R الطرفين إذن R يساوي سالب عشرة cos theta وهي الصورة القطبية للمعادلة دي كارتية X زائد خمسة كل تربيع زائد Y تربيع يساوي كم؟ يساوي 25 الآن عندي تحويل المعادلات القطبية إلى دي كارتية إذن لتحويل المعادلات القطبية إلى دي كارتية نستخدم هذه المعادلات R تربيع يساوي X تربيع زائد Y تربيع والتان theta يساوي Y على X والX يساوي R cos theta والY يساوي R sin theta مثال أكتب كل معادلة قطبية مما يأتي على الصورة دي كارتية R يساوي 3 cos theta R يساوي 3 cos theta من السؤال أنا هدفي أني أستخرج الصورة دي كارتية من هذه الصورة القطبية نضرب R للطرفين يبقى عندي R تربيع يساوي 3 R cos theta وأنا سابقا عندي أن R تربيع هي X تربيع زائد Y تربيع والX عندي بR cos theta وبالتالي R تربيع نعوضها بX تربيع زائد Y تربيع لذلك تنزل X تربيع زائد Y تربيع والثلاثة هذه تنزل لكن R cos theta R cos theta هي كم تساوي سابقا؟ تساوي X إذن نشيل كل R cos theta هذه ونضع بدالها X إذن هذه هي الصورة دي كارتية للمعادلة القطبية وبالتالي X تربيع زائد Y تربيع ناقص ثلاثة X يساوي كم يساوي صفر إذن هذه هي الصورة دي كارتية للمعادلة القطبية R يساوي ثلاثة cos theta تدريب أكتب المعادلة القطبية هذه R يساوي عشرة أكتبها على الصورة الدي كارتية بما أن R يساوي عشرة إذن ربع الطرفين R تربيع يساوي مئة لماذا نربع الطرفين؟ لكي نحصل على R تربيع لأن R تربيع يساوي X تربيع زائد Y تربيع وهو هدفي وبالتالي R تربيع يساوي X تربيع زائد Y تربيع إذن نشيل R تربيع نحضرها X تربيع زائد Y تربيع كم يساوي يساوي مئة وهي الصورة دي كارتية للمعادلة القطبية R يساوي عشرة تدريب أكتب هذه المعادلة القطبية على الصورة الدي كارتية R يساوي ثلاثة ساين ثيتا بما أن R يساوي ثلاثة ساين ثيتا برضو ربع الطرفين علشان يكون عندك R تربيع لماذا؟ لأن R تربيع تساوي X تربيع زائد Y تربيع وبالتالي بتربيع الطرفين R تربيع يساوي ثلاثة R ساين ثيتا إذن نشير R تربيع هذه نحض دالها X تربيع زائد Y تربيع بما أن X تربيع زائد Y تربيع يساوي R تربيع والR ساين ثيتا كم تساوي يساوي Y إذن نشير R تربيع هذه نحض دالها X تربيع زائد Y تربيع والثلاثة هذه تنزل لكن R ساين ثيتا بدلها إيش؟ بدلها Y إذن X تربيع زائد Y تربيع يساوي ثلاثة Y وبالتالي X تربيع زائد Y تربيع ناقص ثلاثة Y هكم يساوي يساوي صفر وهي المعادلة الديكارتية للمعادلة القطبية R Y X 3 Is An Ay مثال الصورة القطبية للمعادلة X يساوي ناقص 2 تساوي هل هي R Y X 2C X أو R Y X X 2CXXXQ أو R Y X X X X أو R Y X X X X XT بما أن XXX Y X X X X X X X إذا ننشيل هذا X ونحط بدلها R cosine Theta وبالتالي نقسم الآن على cosine Theta علشان يكون عندي R بالطرف الأيسر إذن R يساوي سالب 2 على cosine Theta وعندي أنا الواحد على cosine Theta هي سك Theta وبالتالي R يساوي سالب 2 سك Theta وبالتالي الإجابة الصحيحة هي A إذن الإجابة الصحيحة R يساوي سالب 2 سك Theta إذن الآخر الصورة الدكارتية للمعادلة R يساوي سالب 3 تساوي هل هي X تربيع زائد Y تربيع يساوي سالب 9 أو X تربيع زائد Y تربيع يساوي 9 أو X تربيع زائد Y تربيع يساوي سالب 3 بما أن R هنا يساوي سالب 3 ربع الطرفين R تربيع يساوي سالب 3 تربيع وبالتالي R تربيع يساوي 9 بما أن R تربيع يساوي X تربيع زائد Y تربيع من قانون سابق إذن نعوض R تربيع بX تربيع زائد Y تربيع يساوي كم 9 هنا إذن المعادلة هي C وبالتالي الإجابة الصحيحة هي C مثال آخر الصورة D تربيع للمعادلة فييتا يساوي باي على 3 تساوي هل هي A X يساوي جذر 3 Y أو B يساوي جذر 3 X أو C هي X تربيع زائد Y تربيع يساوي 3 أو DX زائد Y يساوي جذر 3 بما أن فييتا هنا من السؤال يساوي باي على 3 إذن التان فييتا يساوي تان باي على 3 طيب التان فييتا قاعدة عندي التان فييتا يساوي Y على X إذن Y على X هنا يساوي تان باي على 3 بجذر 3 وبالتالي Y على X يساوي جذر 3 فإذن Y يساوي جذر ثلاثة ضرب X الإجابة الصحيحة هي الب ماذا تعلمنا لهذا اليوم؟ تعلمنا تحويل المعادلات القطبية إلى دي كارتية وهي على النحو التالي X يساوي R cos theta والY يساوي R sin theta والعكس تحويل الدي كارتية إلى قطبية والقواعد المهمة التي ممكن استخدامها في هذا التحويل X تربيه زايدا Y تربيه يساوي R تربيه والتان theta يساوي Y على X والX يساوي R cos theta والY يساوي R sin theta نشكر لكم حسن استماعكم إلى اللقاء في دروس أخرى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته